يعني احنا في البداية عايزين نعرف كده ايه مواصفات الشخصية السمة او التقفك هو كل موقف بيحصل في حياتك مخالف لتوقعاتك ده يبقى شكل من اشكال العلاقات السمة ايا كان الخلاف بمعنى انا حاطت فيه سيناوي معين فانا قدمت كل ما لديه من عطاء عزيمة ان شاء الله نصه مش كله بينما بدأ يبقى ايه الاطراف الاخرى فيها جهود مش بتبدلك نفس عطائك ده بالنسبة لك يعد علاقة منها يعني بينكره جميل يعني يا دكتور ما عندهمش نفس حماسك هو مش انكر جميل بقدر ما هو من البداية ما كانش عنده الاستعداد او ما كانش عندها الاستعداد انها بتبدلك نفس قوة المشاعر بتاعتك عزيمة فده بيسببلك حالة من حالات خيبة الامل او احباط بصي بقى ممكن يعملنا احباط علم النفس دايما بيقول ان الاحباط هو ايه هو ان يطلب منك شيء اعلى من قدرتك بمعنى انا قلت ان انا بقى اجيد اللغة الانجليزية فقالوا لي طب ده فيه يعني وافد جاي من لندن ما تروحت قابله في المطار لما روحت اكتشفت ان انا لقى اجيد يعني ايه يعني هم طبعا اقوى مني بكتير قوي وانا يعني مش قادر اجريهم مش قادر ده اللي بيعمل احباط لاعب ينزل يلاعب او يلعب مع قدام فريق قوي جدا الفريق كله مش قادر يجريه يجيلو احباط لانه طلب منه ما هو اعلى من قدرته اصحنا بنستخدم كلمة الاحباط عمال على بطار صحيح لكن اللي انت بتقصو ديه هنا بقى اسمه خيبة الامل حتى مع الاطفال بنقول ده احبط ده لا اسمه خيبة امل بقى صحيح اشتركوا في القناة